بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني بهنا العظم مني واشتعل الرأس شيئا فلم أكن بدعائك رب شقيا فإني خفت اللوالي من مرائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وهيا ينثني ويرث من آل يعقوب منعلك رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بالغلاء اسمه يحيا لم نجعله من قبل سميا قال رب أنى يكونني غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبار عتيا قال كذلك قال ربك هو عليها الجنو وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعلني آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سيئا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سمحوا شكرة مبعشية دا يحيا خذ الكتاب بقوة فآتيناه الحكم صبيا فحنانا من لدنا وزكا وكان تقيا فبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا فسلام عليه يوم ولد ويوم يبوت ويوم يبعث حيا فاذكر في كتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعود بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهبلك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هي فلنجعله آية من ناس ورحمة منا فكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مدت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناباها من تحتها أن لا تحزني أن لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا فأسي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جريا فكلي واشربي وقضلي عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن تكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك رأس وإن وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهن صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا فبرا بوالدتي ولم يتعني جبارا شقيا فالسلام علي يوم أمت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ثالك عيسى بن بريم قول الحق الذي فيه يمتعون ما كان لله أن ينتخذ من بلد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون فإن الله ربي وربكم تعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من ليلهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأرصي يوم يأتون لنا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين فأنفرهم يوم الحصرة من قضي الأمر فهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن إذ الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون فاذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت بم تعبد ما لا يسمع ولا يؤسر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يبتك فاتبعني أهذك صراطا سريا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمستك عذاب من الرحمن فتكونني الشيطان وليا قال أراغكم أنت عن آلهتي يا إبراهيم فإن لم تنتهي لأرجمنك واهترني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا فأعتزلكم مما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شغيا فلما اعتزلهم فما يعبدون من دون الله وأبنا له إسحاق ويعقوب فكلا جعلنا نبيا فوهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا فانكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا فناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نبيا فوهبنا له بالرحمتنا أخار فارون نبيا فاذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادقا بعد وكان رسولا نبيا فكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة فكان عند ربه مرضيا بل كن في الكتاب إدريس إنه كان صدقا نبيا فرفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعنا الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن من حملناه عنوح فمن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا فاجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدهم وبكيا فخاف من بعدهم خالقا أطاروا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إذا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يغلمون شيئا كان مات عدن من التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مبتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما فلهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورج من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نشيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واستضر بعبادته هل تعلم له سريا ويقول الإنسان إذا ما ميت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أننا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فوربك لنحفرنهم الشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم الكيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عقيا ثم لننحن أعلمك الذين هم أولى بها صليا فإنيكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذروا فالدين فيها جسيا فإذا تتنى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما أي الفريقين خير مقاما وأحسن نذيا فكم أهلكنا قبلهم من قرد هم أحسن أساثا وذيا قل من كان في الضلالة فليعدد له الرحمن مدى حتى إذا رأوا ما يعانون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهددوا هدى بل باقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال له تين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ولمد له من العذاب مدى فنردوا ما يقول ويأتي آخردا فاتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعبد لهم عدا يوم نحفر المتقين إلى الرحمن وفدا فنسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا فقالوا اتخذ الرحمن ولدا فقد جئتم شيئا جدا تكال السماوات يتفطر منه وتنشق الأرض وتخره الجبال هدا أندعوا للرحمن ولدا فما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا فقد أحصاهم عدهم عدا فكلهم آتيه يوما قيامة فردا إن الذين آمنوا بعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن غدا فإنما يسرناه بجسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا فكم أهلكنا قبلهم من ضر هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا